اشتركوا في القناة المحيط الاطلانتي تنين جبال البحر الاحمر تلاتة اقليم مناخي الاستوائي اربعة سوالة بشرية ودي سوالة القوقازية ما المكسوب بكل مصطلح جغرافي مما ياتي الدول الجزرية والديمغرافية الدول الجزرية هي دول تكوى من جزيرة او اقصر او قد تكون جزء من جزيرة دول تكوى من جزيرة او اقصر وقد تكون جزء من جزيرة ديموغرافيا علم دراس السكان علم دراس السكان من حيث النمو والتوزيع والتركيب السكاني دينا يا شباب دول جزرية دول تكوى من جزيرة وأقصرق أو قد تكون جزء من جزيرة ديموغرافيا علم دراس السكان من حيث النمو والتوزيع والتركيب السكاني السؤال جيم اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة أو كلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع التصويب تقع هلبة ليبرادور في الشمائر الغربي لقارة أمريكا الشمالية طبعاً أبارة خاطئة تقع هلبة ليبرادور في الشمائر الشرقي لأمريكا الشمالية وفكرك أمريكا الشمالية كان فيها ضبطين ليبرادور في الشمائر الشرقي والمكسيك في الجنوب اتنين تعد أشجار الزيتون من أهم أشجار غيبات إقليم البحر المتوسط الأبارة صحيحة تلاتة تتميز السؤالة المغولية بالبشرة البيضاء والشعر مموج الشفاء الرفيعة عبارة خاطئة دي السؤالة القوقازية أربعة تسجل قارة أسيا أعلى معدل مواريد في القارة في العالم عبارة خاطئة تسجل قارة أفريقيا أعلى معدل مواريد في العالم أفكرك أعلى معدل مواريد هو قارة أفريقيا وأقلها قارة أوروبا ترتفع نسبة الأمية في الدول النامية وتتخفض في الدول المتقدمة العبارة صحيح ما العلاقة بين كل من امتد الجبال والهضاف في قارة أفريقيا والسهول الساحل ايه? افكرك الجبال والهضاب تتميز باقترابها من سواحل قارة افريقيا. مما ادى الى ضيق السهول الساحلية في افريقيا. يبقى لجابة شباب السهول الساحلية في افريقيا تميز بالضيق بسبب اقتراب الجبال والهضاب من الساحل. الحروب الكوارس طبعية ومعدل وفيات في العالم. اقدر اقول ان الحروب الكوارس طبعية من العوامل المؤثرة في معدل وفيات في العالم. يعني تؤدي الحروب الكوارس طبعية الى ارتفاع معدل وفيات في العالم السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين تقع هضبة الدكن في وسط الصين شبه الجزاء عربية الهند الأردن طبعا يا جماعة تقع هضبة الدكن في وسط الهند اتنين تمتد جبال الحاجز الكبير على طول السحر الشقيق لقارة أسيا أستراليا أفريقيا أوروبا طبعا يا شباب تمتد جبال الحاجز الكبير على طول السحر الشقيق لقارة أستراليا تلاتة تتنوع الأقاليم النباتية في الأقليم نقط تبقى لارتفاع سطح وكمية الأمطار الإجابة هي التندرة ولا اللورانسي ولا الجبلي ولا غرب أوروبا طبعا يا جماعة تتنوع الحياة النباتية في الأقليم الجبلي تبقى لارتفاع سطح وكمية الأمطار أربعة تعدي دورة نقط من الدولة ذات الرعاية الطبية المرتفعة السودان مصر روسيا نيبال اللي جابة شباب تعدي دولة مصر من الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة أفكرك الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة كانت مصر الأردن الإمارات في اي الاقليم المناخية توجد كل من حشاش الاستيبس اشجار البلوت حيوان الرنة حبدأ بحشاش الاستيبس توجد في كل من الاقليم البحر المتوسط والاقليم الصيني يعني اي واحد صح اقليم البحر المتوسط او الاقليم الصيني اتنين اشجار البلوت وانا جماعة اشجار البلوت دي تنمو في اقليم غيبات الاقليم الصيني من اهم اشجار غيبات الاقليم الصيني هي اشجار البلوت واشجار الصفصوف حيوان الرنة يوجد في إقليم الطندرة والأهم حاجة هذا الترم الرنة في إقليم الطندرة وعندي الدب القطبي في إقليم اللورانس جيم يرجع أنشار إنسان في قرارات العالم المختلفة إلى أخر عصر البلاستوسين في دول هذه الأبارة فصر وجود بعض وصولات النقاية في العالم إيه سبب وجود بعض وصولات النقاية في العالم اللي وجودها في مواطق منعزة في العالم ولم تغطلت بغيرها مسؤولات تاني لو وجودها في مواطق منعزة من العالم ولم تختلط بغيرها من اسرائيلات. زي الاسكليمو. النهود الحمر سكان حودو كونوة صحراك الهاري في افرق. السؤال التاني. وضح تأثير وجود العديد من الانهار في قارة اسيا على كسافة السكان بها. نقدر نقول يا جماعة ان معظم سكان اسيا بتاكيزه حول الانهار. ومن اشهر مساحة لذلك. عندي سكان الصين بتاكيزه حول نهر الينجستي. وسكان الهند حول نهر الكانج. تاني يتركز سكان اسيا حول مجال الانهار. وعندي مساء الواضح. سكان الصين معظم بتاكيزه حول نهر الانجستي. وسكان الهند حول نهر الكنج. السؤال الاخير يا شباب. ما مقترحاتك لخفض معدلة زي طبيعية في القارة الافريقية. هنا المقصود يا جماعة هو خفض معدل الموليد. ممكن نقفض معدمة عن طريق ايه? اول حاجة نشر التعليم والقضاءة الامية. الاتجاه هنا هو الصناعة. القضاء على عادات والتقاليد الخاطئة. زي يا شباب زي الزواج نوبكر والرغبة في قسرة الانجاب. تاني يبقى اتنى عشر التعليم. اتجاه نحو الصناعة. القضاء على عادات والتقاليد الخاطئة مثل الزواج نوبكر والرغبة في قسرة الانجاب. ودوقتي جات فترة اختبر نفسك. هناخد نموذج جورافيا واجب. هستنى اجابتكم. وانحلها مع بعض ان شاء الله في الفيديو القادم. السؤال الاول. امام واحد اسم القارة. اتنين المحيط. تلاتة قليل مناخي. اربعة سلع لبشرية. تعد المدن الكبرى من مناطق ترك السكان في العالم. في دول هذه العبارة وضح ما يلي. واحد. اصل المناخ في المناطق الستوائية على توزيع السكان في قارة افريقيا. تاني. عايز اصل المناخ في قارة افريقيا في المناطق الستوائية على توزيع السكان افريقيا. اتنين. اسباب تركز السكان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية. جيم. امامك مجموعة من الظاهرات الجغرافية الطبيعية صنفها إلى الأقسام متضرسية رؤوسية في العالم 1 جبل كلمنجارو 2 بحر مال عظيم 3 السهل الأوروبي العظيم 4 باتا جنيا في انتظار إجاباتكم واشوفكم على خير إن شاء الله في المراجعة القادمة